اهلا بكم في الذكرى السابع عشر لأحداث الحادي عشر من أيلول أمريكا أفضل أمنا أم أكثر عرضة للتهديد إجراءات أمريكية عقابية ضد الفلسطينيين لمقاطعتهم جهود السلام وتأكيدات أن سياسة الإدارة عززت فرص الاتفاق ومبادئ جديدة للحل تطرحها مجموعة أصدقاء سوريا والعقدة في التنفيذ ضيوف الجهات الأربع ريتشارد مينتر رئيس المعهد الإعلامي الأمريكي أهلا بك داريك شولي نائب رئيس مؤسسة جيرمين مارشل في واشنطن أهلا بك ومساعد وزير الدفاع الأمريكي سابقا ومعنا في الأستوديو كذلك غيث العمري كبير الباحثين في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى نرحب بك وينضم إلينا من نيويورك لبعض الوقت السفير دونيس روس وهو مستشار في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ومساعد خاص للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أهلا بك سيد روس وأبدأ معك من نيويورك حيث أحداث الحادي عشر من أيلول وقعت هناك بعد سبعة عشر عاما برأيك من هذه الأحداث هل أن التهديد الإرهابي للولايات المتحدة انحصر أم زداد؟ أعتقد أن هذا التهديد لنقل تغير لا يمكنني أن أقول إن كان انحصر لناحية المحاولات المختلفة ولكن أعتقد أن قدرتنا على مواجهة والوقاية من هذه التهديدات أصبحت الآن أفضل بكثير مما كانت عليه الآن كل القدرات الاستخباراتية تعمل معا تتعاون ونحن في هذا المجال يمكننا أن نستبقى التهديدات وأن نسيطر عليها بطريقة منتزمة ومنهجية ونحن طورنا قدرات كبيرة في هذا المجال لنتعاطى مع التهديدات خارج أمريكا فكل ذلك هو أفضل مما كان عليه منذ سبعة عشر عاما أما إن كانت هناك بعض المجموعات التي ما زالت مصممة على مهاجمة أمريكا فالجواب بدون شك نعم وهذه السنوات الماضية لم تغير أي شيء في هذا المجال أعتقد أن طبيعة التهديد تغيرت وهناك مجموعات جديدة تبعا القاعدة ما زالت موجودة ولدينا أيضا داعش وبعض المجموعات المرتبطة بداعش بطريقة أو بأخرى وقد ازدادت وظهرت في أماكن أخرى رغم أن داعش خسرت الأراضي التي كانت سيطرت عليها في العراق وسوريا ولكن من منظور مختلف يبدو أنها تتكاثر في أماكن كثيرة من العالم في إفريقيا وإفريقيا في الشرق الأوسط وفي العالم وحديث عن وجود خلايا نائمة ربما في الولايات المتحدة أعتقد أن إيران طبعا هي دولة راعية للإرهاب وكذلك إيران مع حزب الله قاموا بعمليات إرهابية عبر العالم ونعرف أيضا أن إيران حاولت أن تقوم بهجوم في العاصمة واشنطن في مقهى ميلانو ضد السفير السعودي وبالتالي من دون شك إيران هي دولة راعية للإرهاب وإيران هي أيضا دولة تشكل تهديدا باستعمالها للميليشيات الشيعية للقيام بتطبيق سياساتها وبالضغط على بعض الدول في الشرق الأوسط هي أيضا مختلفة عن مجموعات كالقاعدة وداعش نتعاطى نحن مع تهديد للإسلام الراديكالي الذي قد يكون سيعيا أو سنيا طيب ابقى معنا لو سمحت سعادة السفير سيد منتر برأيك السؤال نفسه هل التهديد الإرهابي ضد الولايات المتحدة ازداد في الأعوام السبع عشر الماضية أم انخفض وبالتالي كيف تصنف إيران هل تضيفها إلى لائحة المجموعات التي تهدد أمريكا أم لا من دون شك إيران هي أكبر دولة في مجال الإرهاب ناشطة في مجال الإرهاب وذلك منذ أكثر من سلسين عاما وهم أيضا يستضيفون حوالي خمسمائة من قادة القاعدة في إيران وهم لطالما وفروا التمويل لحزب الله الذي قتل أمريكيين أكثر من أي مجموعة إرهابية أخرى باستثناء القاعدة ودعموا داعش في نقل الأموال وبطرق أخرى وبالتالي من الواضح أن إيران ربما ليست الممول الأول والحامل الأول للإرهابيين بل إيران هي من أهم هؤلاء أهم الدول الرائعة للإرهاب ونعرف أيضا أن إيران تحصل على أموال كبيرة من جراء بيع الغاز الطبيعي من قبل قطر وقطر تدعم أيضا حماس والإقوان المسلمين ولكن قاعدة أمريكية وهي حليفة الولايات المتحدة هل تضعها إلى جانب إيران والمجموعات الأخرى أم أين هل تعرف الإله جانوس الذي يسلط تهديداته من جهتين هناك من دون شك وجهين في هذا المجال لقطر فيما تعلق باستقبال القوات الأمريكية في قاعدتها من جهة وتمويل بعض الجهات الإرهابية من جهة أخرى ويمكننا أن نقول ذلك أيضا مع تركيا مؤخرا مع هذه الحكومة نظام هذا الحزب الأمور تغيرت منذ 11 أيلول سبتمبر والتهديد الأساس الآن أصبح يأتي من حلفاء أمريكا أكثر من أعدائها ما رأيك بذلك سيد شولي؟ التهديد لأمريكا يأتي من حلفائها الحاليين ربما أو السابقين وليس من المنظمات الإرهابية أو أعدائها الحقيين أعتقد أنه ما زال لدينا أعداء ولكن أتفق تماما لدينا أيضا شركاء لنا عبر العالم كباكستان وقطر وربما المملكة العربية السعودية وهم في الوقت ذاته يضرمون النار ويعملون على إطفائها هناك بعض التصرفات التي تأتي من هذه الدول التي تصب النار الزيت على النار التهديد الإرهابي ما زال موجودا وأصبح أكثر تعقيدا ودنيس روس على حق قدراتنا ازدادت وتحسنت إلى حد كبير مقارنة بما كانت عليه منذ 17 عاما الاستخبارات وإمكانية الدخول إلى هذه الشبكات الاستخباراتية وكذلك قدرتنا على مطاردة الإرهابيين والقضاء عليهم وأيضا مطاردة تمويلاتهم ولكن هم أيضا يبتكرون نحن نبتكر وهم يبتكرون ولكننا أيضا نعمل مع الشركاء مما سمح لنا بتحرير الكثير من الأراضي التي احتلتها داعش في العراق وسوريا ولكنها الآن تتوجه إلى وسائل التواصل الاجتماعي ولديها مجموعات تابعة لها يمكن أن تقوم بهجمات ضد الغرب بطرق مختلفة مثلا الشاحنات مثلا السكاكين والطعن وذلك يمكن أن يرهب المواطنين غيث ما رأيك بما تم التفضل به وهل برأيك الخطر أو التهديد الحقيقي للولايات المتحدة هو من حلفائها وليس من أعدائها في الوقت تتحدث عن الإرهاب هناك بعدين البعد الأمن التقني البحث التهديد تراقص يعني التهديد تحول إلى تهديد كما تفضل به دارك بمسائل البداية أكثر فهو تناقص ولكن هناك البعد الأديولوجي أو الحضنة الفكرية للإرهاب وهذه لا تزال مستمرة وهنا يأتي دول مثل إيران قطر تركيا لتتبوث أفكار تدعو للتطرف وهذا الواقع لا يمكن التعامل معه إلا من خلال قيام الدول العربية والإسلامية بدورها هذا لا يمكن حلوه من خلال أمريكا أمريكا في الرهيات المطاف ليست لاعب في هذا الحوار يجب على الدول العربية والإسلامية تقوم بدورها وهنا نرى بعض الأمور الإيجابية دول مثل أردن لا يمكن تحارب التطرف نرى تطورات إيجابية حتى في السعودية مثلا تحاول أن تجفف المنابع الفكرية للإرهاب ولكن هناك دول أخرى كتركيا وكخطر لا تزال لاعب سلبي جدا في هذا الموضوع سعاد السفير روس أعود إليك لا أعرف ما إذا كان لديك تعليق على أن التهديد الأساسي لأمريكا هو من حلفائها لأسألك بعد ذلك عن السلام والمساعي الأمريكية لا أعتقد أن التهديدات الأساسية تأتي من حلفائنا هل مثلا لدينا دول كباكستان لو عدنا إلى 11 من أيلول سبتمبر بعد 11 من أيلول سبتمبر كان هناك زيارة إلى باكستان من قبل ريتشارد آرمتريج الذي كان نائب وزير الخارجية والذي قال لمشرف عليك أن تختار من تدعم فبالتالي عنده كانت باكستان توفر بعض المساعدات للإرهابيين وملاذا آمنا ولكن الأمر يختلف بعض الشيء هناك دول قد مثلا خلقت البيئة المؤاتية أو ساعدت في وقت ما ولكن أنا ضعها جميعا في سلة واحدة مع إيران أو مع القاعدة أعتقد أن ذلك غير صحيح وبالتالي لا أرى أن التهديد الأساسي يأتي من الحلفاء سعاد السفير جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي يقول اليوم أن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الإدارة بحق الفلسطينيين لم تخفض فرص السلام لبل أن الرئيس ترامب عزز فرص السلام كما يقول وجيسون جريمبلات يتحدث أيضا عن أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي سيجدان ما يعارضانه وما يعني يرغبون فيه في هذه الخطة ما رأيك بهذا الكلام؟ هل اقتربنا من السلام؟ وأين الخطة للإدارة؟ لا أعتقد أننا اقتربنا من السلام أعتقد أن الواقع هو لو أردنا أن تكون لدينا خطة تريد أن تحل كل جوانب النزاع فعلينا أن نتخذ خطوات لتحسين البيئة التي يمكن أن نقدم في إطارها هذه الخطة قطع المساعدات مثلا سيؤدي إلى استمرار بعض المشاكل قطع المساعدات عبر الأنروة وهي التي توفر فرص عمل ربما سلسين ألف في غزة وتوفر أيضا المساعدات للمدارس وللمستشفيات وكذلك لديهم من دون شك مشاكل كهرباء ومشاكل تتعلق بمياه مياه الشفة والمجارير وبالتالي إن قطعنا هذه المساعدات فالوضع سيكون أكثر سوءا وأنا ليس لدي مشكلة بالضرورة مع قطع التمويل على أنروة لو قلنا أننا سنستعمل هذه الأموال لنقل عبر صندوق عبر البنك الدولي لإيجاد حل لمشكلة المياه والمجارير والكهرباء في غزة وذلك يكون إيجابيا ولكن اتخذ هذه الخطوة من دون خطوات في المقابل تظهر للشعب الفلسطيني أن الإدارة لا تعاديهم فأعتقد أن ذلك سيجعل البيئة أسوأ لتقديم الخطة ويكون الأمر أصعب للقادة العرب أن يوافقوا على الخطة لأنه يصعب عليهم أن يفسروا كيف أن الإدارة ستهتم بمشاكل الفلسطينيين سعاد سفير لدي دقيقة ونصف بعد برأيك سؤالان واحد عن السلام والآخر عن سوريا برأيك ما الذي يؤخر إعلان خطة السلام أو صفقة العصر خطة السلام صفقة العصر متعلقة بالسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل أعتقد أن السبب وراء ذلك هو أن هناك مخاوف من أن ترفض هذه الخطة لو تم طرحها أعتقد أن الإدارة في هذا المجال تحاول أو تأمل أن تقدم الخطة في وقت تكون فرص الموافقة عليها أو دعمها أو اعتبارها ذات مصداقية مرتفعة إلى حد ما هذا هو هدف الإدارة الإدارة تعتقد برأيك أنه لو قدمت هذه الخطة اليوم فلن يكون هناك ردة فعل إيجابية ربما العام المقبل سؤال أخير وفي ثلاثين ثانية لو سمحت برأيك ما الذي أخرى هجوم إدلب هل الخلاف الروسي التركي أم التحذير الأمريكي أقول ربما التهديد الأمريكي الذي يركز على السلاح الكيمائي في الواقع لا أعتقد أن التهديد الأمريكي يركز على السلاح الكيمائي المشكلة الحقيقية هي بأن روسيا وإيران وسوريا على قناعة أنه يجدر السيطرة على إدلب أي كان السبب ولو كان هناك اختلاف لكنا رأيناه أنا أعتقد أن أمريكا يجدر أن تعمل مع تركيا الآن أريد من أمريكا أن تقول لروسيا أيضا أن لن ننسحب من سوريا إلا إن كان هناك اعتماد لمقاربة مختلفة على الأرض وكما يتعلق أيضا بعملية سياسية ما وكذلك حد وجود الميليشيات الشيعية التابعة لإيران في سوريا سعدة السفير دونيس روس مستشار في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ومساعد خاص لرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما من نيويورك نشكرك على هذه المشاركة في الجهات الأربع ينضم إلينا من باريس خطار أبو دياب الباحث في معهد الجغرافية السياسية في باريس فاصل وبعده نناقش عملية السلام وخطة جاريد كوشنر إضافة إلى الملف السوري كونوا معنا أهلا بكم من جديد ريتشارد منتر أعود إليك فيما يتعلق بعملية السلام وخطة السلام التي تعدها الإدارة الأمريكية استمعنا إلى سفير روس يعني ليس مرحبا بالخطوات التي أقدمت عليها الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بقطع المساعدات والخطوات التي اتخذتها وإغلاق مكتب منظمة التحرير برأيك هل هذه الخطوات تساعدنا على الاقتراب من خطة من السلام بين الجانبين أم تبعدنا عن هذه المرحلة أعتقد من دون شك أن قطع التمويل لمنظمة الأنروة سيكون خطوة إيجابية لبضعة أسباب أولا هناك إشارة أننا سننقطع عن السنوات الماضية الثلاثين أو الخمسة الثلاثين بعد أوسلو والمفاوضات السابقة المقاربة اختلفت وأمريكا تريد أن تلجز أمورا أكبر وبالتالي الفريق الآن الذي تتفاوض معه الفلسطينيون في أمريكا لم يعد الإدارة السابقة ويجدر أيضا أن نشير إلى أن الفلسطينيين يمكنهم أن يتصرفوا بمعنى أنه ليس هناك من دولة أخرى تتوقع من أمريكا أن تموّل النقطة وربما أستاذ غيث هنا يمكن أن يتدخل في هذا الأمر يعني ليس لديهم دولة ليس لديهم اقتصاد ليس لديهم موارد كي يقوموا بهذا العمل أتوافقني أستاذ غيث ولكن هذه الحجة غير مطنعة بتاتا كردستان ليس دولة ولكن يتلقون أموال من الحكومة المركزية ليس كذلك لديك أيضا فرق أساسي أن الحكومة العراقية لصد العراقيل أمام إدارة أمام قليم كردستان للقيام بتحديد سياساته الاستثمارية فتح حدوده وما إلى ذلك في الوضع الفلسطيني ولديهم نفط أيضا أعطف إلى ذلك أنه الآن لا يمكن للسلطة أن تقوم بالتصدير أو الاستيراد لا تملك السلطة صلاحية على الأرض بستناء مواقع محددة فإمكانية قيام اقتصاد فلسطيني هي مستحيلة لا شك أن الفلسطينيين ستطيعون القيام بما هو أفضل من ما يقوم به الآن خاصة بما يتعلق بكافة الفساد وما إلى ذلك وإمكانية قيام اقتصاد حقيقي فلسطيني في ظل الاحتلال كما هو الآن هي أمكانية غير وردة حاولها رئيس الوزراء السابق سلام فياض ووصل إلى عوائق لا يمكن تجاوزها أضف إلى ذلك أن موضوع الأنروي ليس موضوع صوت الفلسطيني فقط موضوع الأنروي يؤثر على استقرار دول حليفة الولايات المتحدة مثل الأردن بالتحديد التي تواجه ليس فقط لأعواقب اقتصادية لذلك ولكن أيضا العواقب سياسية لهذه الخطوة فأعتقد موضوع الأنروي بالتحديد كانت خطوة خاضية ألا لديك أي رد كل ما يمكنني أن نقول أنه يمكنك أن تذهب إلى السليمانية في إربل ترى الفنادق الجديدة المشاريع الجديدة التي يمولها الأكراد الذين يعيشون في الغرب وهناك أيضا أموال طائلة لبعض العائلات الفلسطينية في الغرب التي يمكن أن تستثمر في فلسطين ولكنهم لا يفعلوا ذلك لأن النظام فاسد وهناك عدم يقين وهناك أيضا الفساد المستشري وعدم الكفائية ولكن لو تغير ذلك وتوقف الركون على الأموال الخارجية يمكنهم أن يفعلوا كما فعل الأكراد والأكراد فعلوا ذلك في ظروف صعبة للغاية لو أن للفلسطينيين أيضا كل الإيجابيات الجغرافية التي يتمتع بها الأكراد لكان الأمر اختلف ليس لديهم موارد مثلا أساسية ولكن سأعود إلى ما قاله دانيس روس ما هي الاستراتيجية هنا يبدو لي كما نرى في الكثير من المكونات هذه الإدارة فهي تتصرف أحيانا من دون استراتيجية ربما هناك خطة كاملة شاملة ستؤدي في نهاية المطاف إلى صفقة العصر وأن الجميع سيوافقوا على هذه الصفقة نتمنى ذلك من دون الشك لأنه بعد 25 عاما من الفشل بعد أسلو لا أحد الآن راضي عن الوضع الحالي ولكن يشدر أن تكون لدينا الثقة الكافية في هذا المجال ولكن أعتقد أيضا أن الإدارة في هذا المجال في هذا المجال وفي مجالات أخرى أحيانا تتصرف عبر بعض الخطوات الرمزية ولكن لا تؤدي إلى استراتيجية شاملة وفعالة إن لا نتكلم عن استراتيجية هذا لا يعني أنها غير متوفرة ربما أن هناك خطة وربما أن هناك استراتيجية لا نعرف حتى هل هناك معلومات عن الخطة سيد منتر يعني بعض النقاط هل الكونفدرالية الأردنية الفلسطينية هي جزء من هذه الخطة أين هذه الخطة متى ستولد يعني التفاصيل حولها قليلة جدا هذا يطرح الكثير من التساؤلات أنه ربما ليس هناك خطة أو أن هناك خطة تكتمل وهناك سرية عليها أين أنت من هذا الجزء الوحيد الذي أراه في الخطة هو الضغط على الفلسطينيين ليأتوا إلى طاولة المفاوضات لو نعود إلى اتفاقيات أصله أمور كثيرة كحقوق المياه واستعمال الشبكة الكهربائية قد تم التفاوض عليها بتفاصيل كبيرة ويمكن أن تطبق غدا لو وافق الفلسطينيون أما فيما يتعلق بالتمويل عبر الأمم المتحدة ووكالاتها والتمويل اليو اس ايد وكذلك العمل مع الأوروبيين لقطع بعض التمويل للفلسطينيين فالهدف هو التوصل إلى دفعهم إلى اتفاق ما أنا أفاجأ لو أن كوشنر سهر الرئيس لم تكن لديه خطة فيها بعض من جوانب اتفاقية أصله لأن الكثير منها وقائعة مهمة كالمياه والكهرباء والأمن طيب ننتقل إلى باريس مع خطار أبو دياب الباحث في معاعة جغرافيا السياسية هناك أهلا بك دكتور كيف تنظر إلى الإجراءات الأمريكية الأخيرة بحق الفلسطينيين وبالتالي تأكيد جاريد كوشنر والموفد الخاص إلى المفاوضات الدولية جيسون جريمبلات أن الخطة شرفت على الانتهاء وأن فرص السلام أقرب مما كانت عليه تحياتي لكم والفريق العامل لكل من يتابعنا بالطبع نظرا للمصار الذي بتأدته إدارة دونالد ترامب كنا نتوقع كل هذه الضغوط على الجانب الفلسطيني على السلطة بالذات هناك علينا أن نتذكر أنه قبل وصول منظمة التحرير إلى واشنطن وفتتاحها مكتب هناك الذي أغلق أخيرا كان المصار وعرا ولم يحصل ذلك من دون اتفاق أسله أي أن كل هذا كان مربوط بالسلام هذه المرة بعد الذي جرى حول الاعتراف بالقدس وكل الذي حصل بعد هذا من تخبط في ردود الفعل سربة مثلا عن القيادة الفلسطينية أنها تقبل بفكرة الكنفدرالية إذ نفاجأ ليس بقرار قطع المساعدات عن الأنروا بقرار إغلاق مكتب منظمة التحرير يمكن لواشنطن أن تشعر بخيبة أمل إزاء نظرتها لكيفية تصرف المفاوض الفلسطيني لكن المفاوض الفلسطيني أيضا هو ذهب بعيدا في القول أنه لن يعتمد على واشنطن كحكم أو كراعي لعملية السلام أو كوسيل هنا في هذا الموضوع بالذات كان الرهان لم يكن موفقا نعم لم يكن موفقا الرهان إيجاد الوسطاء الآخرين بعد الذي أعلن حول القدس ذهب محمود عباس وطالب الكثير من بعض الدول العربية طالبوا روسيا والصين والاتحال الأوروبي بلعب دور وسيط لكن من الواضح أنه لا بديل على الملايات المتحدة الأمريكية ولكن بالفعل نحن أمام سياق لا نعلم إلى أين يمكن أن تطلب الأمور لكن إذا كانت الصفقة عادلة وإذا أتت بعد احتواء إيران في الإقليم عند ذلك يمكن لها كده صفقة أن تمر لكن إذا تركت إيران في وضع كما هو اليوم كقوة إقليمية كبرى متوسعة في العالم العربي سيكون من الصعب على أي دولة عربية القبول بأي تنازلات في الموضوع الفلسطيني واضح يعني تقترح أن تبقى هذه الخطة غير مكشوفة إلى حين ضبط النفوذ أو الحد من نفوذ إيران في المنطقة أعود إليك أستاذ غيث هناك مقولة في العالم العربي أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو لب المشكلة في الشرق الأوسط وإذا حلت هذه المشكلة انحلت العديد من المشاكل في الشرق الأوسط برأيك هل هذا القول في مكانه وماذا عن إيران هذا القول ليس في مكانه بالتأكيد ليس في مكانه هناك عدة صراعات وعدة إشكاليات جزء منها متعلق بالعالم العربي نفسه وجزء منها متعلق بجيران العالم العربي من إيران وتركيا وما إلى ذلك هذا تبسيط الأمور ولكن أدوى هذا لا يعني أن المنظور الفلسطيني غير مهم ولكن في الأولويات كان هذا الوضوع في أولوية الأولويات اليوم هذا الوضوع ليس أولوية لهائيا لأي من الدول العربية كل الدول العربية الآن تقول للعالم المتحدة لا تضع أي خطة سلام لا تحرجينها هناك أولويات أخرى وبالتحديد كما تفضل الأستاذ من باريس إيران إذن للعالم المتحدة تعاملت مع إيران بشكل يرضي العالم العربي خاصة حلفائها في الخليج وفي الأردن ومصر العالم العربي سيتعاطى مع الموضوع الفلسطيني بشكل إيجابي أكثر مع مقتلحات الإدارة إذا الإدارة لم تفعل شيء العالم العربي ليس لديه أي رغبة ولكن العالم العربي أيضا يريد اتفاقا مع إسرائيل لمواجهة إيران العالم العربي الآن يوجد لديه علاقات عسكرية أمنية مع إسرائيل وهي علاقات مريحة ولا يريد الآن أكثر من ذلك فبالتالي كيف؟ هذا أمر غير معنى غير معنى ولكن هذه أسوأ الأسرار تخبيئة في العالم العربي كلنا نعرفه هناك اتبادل معلومات استخباراتية معلومات عسكرية ما إلى ذلك نقل تكنولوجيا فالعلاقات موجودة أن نطلب من العالم العربي قبة الحديد يعني لم تصحب لا نعلم عن قبة الحديد ولكن هناك علاقات وهناك تعاون أن نطلب من العالم العربي الآن أن نفتح علاقات مفتوحة مع الإسرائيل ويدفع الثمن السياسي والثمن الإقليمي لذلك ولا نرغب بذلك فلا يوجد أي عجلة أنا أشوف بالنسبة للموضوع الفلسطيني بالتحديد أنا أعتقد أن هناك خطة أمريكية وهي خطة في الواقع ليست سيئة كما نسمع في العالم العربي أمور مثل كونفدرالية وضم سينا هذه أمور غير واقعية وأعتقد أن هناك ثقونت أفضل من ذلك ما تفضل به الدارك هو في الواقع هي رب المشكلة هناك لا يوجد استراتيجية للوصول إلى هذه المسأة سيد غيث ستتابع بعد الفاصل كونوا معنا ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد ونرحب مجددا بضيوفنا ريتشارد مينتر رئيس المعهد الإعلامي الأمريكي ديريك شولي نائب رئيس مؤسسة جيرمين مارشل في واشنطن غيث العمري كبير الباحثين في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ومن باريس دكتور خطار أبو دياب الباحث في معهد الجغرافية السياسية أعود إليك أستاذ غيث لننهي موضوع عملية السلام كنت أقول أنا لست ضد الضغط لكن الضغط يجب أن يكون ضغط كي ينجح يجب أن توفر عوامل لهذا الضغط وهناك ثلاثة عوامل لا توجد الآن أول عامل الضغط يجب أن يكون نحو مسألة مقبولة حتى لطرف من الجانب الفلسطيني وهذا ما فعله بوش عندما تكلم عن موضوع الإصلاح مثلا وجد من يتعاطم معه في الجانب الفلسطيني أولا ثانيا الضغط يجب أن يكون مصحوب ببعض الحوافز فأنا أرى الآن ضغط من غير أي حوافز الجانب الفلسطيني وأخيرا للضغط كي ينجح يجب أن يكون مدعوم من خلال تحالف عربي دولي عندما يحاول الفلسطينيين التهرب من ضغط الأمريكي يجب أن يجدوا سد في أوروبا وفي العالم العربي الآن في الموضوع الفلسطيني وفي ضمن السياقات الأوسع لسياسة ترامب لا يوجد من يدعم هذا الضغط فالجانب الفلسطيني الآن يمكنه بكل سهولة أتهرب من هذا الضغط والنتيجة أن العملية السلمية ستتجمد وهذا ليس لمصلحة الفلسطينيين أو الإسرائيليين هل؟ أي اعتراض من بين المشاكل في هذا التحليل هو أن من عمل في وزارة الخارجية وفي إطار المؤسسة كان ينظر إلى المفاوضات من منظور دبلوماسيين ولكن دبلوماسيين يتفاوضون بطرق مختلفة من رجال الأعمال وفيما يتعلق بالرئيس ترامب هناك أيضاً ضغط على أجهة المواجهة من دون أن نقول ما نريد ففي نهاية المطاف هم يخسرون ويقولون ما تريدون ما هو الذي تريدونه سنقدمه وبالتالي بدل من أن يطلبوا بتنازلات ما فهم يحصلون عليها طوعاً نحن الآن نضغط وسنرى في الأشهر المقبلة إن كانت هذه التقنية ستنجح هي تنجح في مجال الأعمال ولكن في الدبلوماسية وفي السياسة لا نعرف قد تبدو التقنية مختلفة وصادمة لأنها غير دبلوماسية ولكنها ناجحة في الأعمال غالبية من يعمل في مجال الأعمال قد يقولون إن مؤسسة ترامب ليست ناجحة جداً لناحية الأعمال وحتى الآن لم نرى المعلومات الضرائبية المتعلقة بالرئيس ترامب التي قد تظهر أنها ليست على النجاح التي يعتبره البعض ثانياً علينا أن نركز على البيئة التي نحاول في إطارها التوصل إلى السلام وتعزيز إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام كما قال دانيس روس الإدارة من دون شك تريد أن تعتمد خطة يوافق عليها الجميع ويمكن أن تنجح لديها فرص نجاح لذلك نتكلم منذ أكثر من سنة عن هذه الخطة لأنهم لا يريدون أن تفشل فور صدورها يبدو لي أن الاستراتيجية وقلت سابقاً أنه برأي ليس هناك استراتيجية ولكن إن كان هناك استراتيجية تطالب بانهزام الفلسطينيين واستسلامهم الكامل فذلك لن يكون حلاً دائماً للسلام وهم يبدو أنهم على استعداد للضغط على الفلسطينيين بقوة كبيرة ليتنازلوا ويستسلموا ولكن هذا لا يعني أيضاً أن العالم العربي سيوافق وهذا لا يعني أن هذا سيؤدي إلى سلام لإسرائيل في المستقبل كلمة الدبلوماسيون يقولون نريد هذا المستقبل المثالي الممتاز هذا هو التفاوض الدبلوماسي ولكن رجال أعمال لا يفصحون عن أهدافهم لماذا؟ لأنهم لا يعرفون أين سيذهبون أو يعرفون ولا يريدون الأعلان يعرفون يعرفون ولكن إن قالوا ذلك فذلك سيؤدي إلى خسارة بعض الفرص الإيجابية لنقول إننا نريد أن نصل إلى النقطة ألف ونصل فقط إلى نصف الطريق فنعتبر خاسرين لذلك لن نعلن عن الهدف سوريا والطرحات أو المبادئ المطروحة من قبل مجموعة أصدقاء سوريا على الأمم المتحدة وعلى المجتمع الدولي وإدلب أنتقل إلى باريس دكتور خطار أبو دياب ما رأيك بمجموعة المبادئ التي أعلن عنها اليوم اقترحتها مجموعة أصدقاء سوريا على المفد الأممي إلى سوريا أهمها قيام حكومة سورية لا ترعى الإرهاب خالية من أسلحة الدمار الشامل تقطع علاقاتها مع النظام الإيراني ووكلائه العسكريين ولا تهدد جيرانها برأيك كيف تقيم هذه المبادئ ومن سيطبقها بالتالي بالفعل هذه المبادئ من الناحية النظرية تصلح كوثيقة لمرحلة انتقالية طال انتظارها ولم تأتي بعد من الواضح أنها كذا نقاط تصلح أيضا للتعامل مع الجانب الروسي والقول مقابل انخراط الغرب والدول العربية الحليفة بعملية إعادة أعمار في سوريا أو القبول بتأهيل النظام هذا يرتبط بعملية انتقالية مع هذه الشروط ووقف الإرهاب ووقف التعامل مع إيران لكن في هذا الأمر نوع من رهانات ورهانات صعبة المنال حتى الآن روسيا مع كل وجود على الأرض لم تتمكن من الإحاطة بهذا الاستحواذ الإيراني وبهذا النفوذ الإيراني تذكرني هذه الخطة بخطة مشابهة أعلنها الوزير السابق تيلرسون في يناير الماضي وأخذت تشكل نواة عمل للولايات المتحدة الأمريكية حيث ستبقى في سوريا الأهم أن هناك أوراق أخرى رهانات المتحدة الأمريكية منها وجودها العسكري في سوريا وقدرتها أيضا على سحب الغطاء من تحت روسيا روسيا التي لو لا نوع من التسليم الأمريكي منذ سبتمبر 2015 كيف يمكنه أسحب هذا البساط على الساحة السورية أعتقد أن هذه الوثيقة هي الحد الأدنى بالطبع لاحظنا الآن في مسألة إدلب عندما رفعت الولايات المتحدة الصوت تتريث يتريث سيد بوتين أنا برأي سيد بوتين سيناور لن يتراجع سيناور سيترك ذلك ربما لما بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مباشرة قبل الانتخابات النصفية لكي يحرج الإدارة الأمريكية هو قام بنفس الإسلوب في معركة حلب في أواخر العام 2016 في موازاة الانتخابات الأمريكية هو يتكن التدخل المقنن لكن بالطبع الضغوط الأمريكية على إيران حليفتها الضغوط الأمريكية على روسيا في العقوبات عدم تسليم مناطق شرق الفراط المهمة جدا عدم المشاركة بإعادة الأعمار مسألة مهمة جدا عدم قبول بتأهيل النظام من دون شروط قبول هذا النظام بالمرحلة الانتقالية لذلك أعتقد الورقة هذه جيدة تصلح كأرضية فعلية من أجل نقلة نوعية في سوريا سيد شولي برأيك هل هذه المبادئ التي وضعتها مجموعة أصدقاء سوريا تصلح لأن تكون ورقة عقد مع روسيا اعتراف بوجود روسيا وبنفوذ روسيا في المستقبل في سوريا مقابل تنفيذ هذه المبادئ وهل أن روسيا قادرة بالفعل على سحب إيران والميليشيات الإيرانية من سوريا هذه المبادئ نعرفها في مجال المفاوضات السابقة وزارة الخارجية تعرف ذلك وهنا نقول بوضوح للعالم إلى أين نريد أن نتجه في سوريا المبعوث الجديد الذي كان على هذا البرنامج أكثر من ورد جيمس جيفري سيساعد في تطبيق هذه المبادئ ما أخشاه أنا هو أن فرص النجاح هي مشابهة للمحاولات السابقة الدبلوماسية من قبل الإدارات السابقة لا أعتقد أن روسيا ستفعل الكثير لخفض النفوذ الإيراني في سوريا ولا أعتقد أن روسيا ستتخلى عن مصالحها في سوريا في هذا المجال أمريكا هنا كانت لاعبا على الهامش طبعا الإدارة أرسلت رسالة أو تحذيرا لروسيا فيما يتعلق بإدلب ولكن التركيز كان فقط على الأسلحة الكيمائية لا أعتقد أننا سنرى أي تدخل أمريكي واسع النطاق أكثر من ذلك الإدارة ما زالت تواجه مسألة الوجود لأمريكي في سوريا على المدى الطويل منذ ستة أشهر الرئيس رام تكلم عن ستة أشهر السفير جفري يقول أن القوات الأمريكية ستبقى في سوريا ولكن لن أفاجأ إن غرد الرئيس يوما ما عكس ذلك علينا أن نرحب بالنصات الديبلوماسي هو أمر مهم ودور الأمم المتحدة أيضا مهم للغاية رغم أن الأمم المتحدة تنتقد من قبل بعض أعضاء الإدارة ولكن هناك تركيز على المبعوث السفير جفري ودونستورا ولكنني لست متفائلا أن ذلك سيؤدي إلى أي تقدم في سوريا للأسر أولا بالنسبة للوثيقة بحد ذاتها يجب أن نتعامل معها كوثيقة رسمية نهائية هذه مجرد مسودة المهم فيها أنه تم تسريبها وتم تسريبها لإرسال رسالة أن هذا الموقف هذه هي المبادئ الأمريكية ولكن المشكلة الآن كما تفضل ذلك أنه لا تلك الولايات المتحدة الآن أدوات الضغط على هذا الموضوع لا يوجد وضوح لمدى استمرارية الوجود الأمريكي العسكري بل بالعكس هنا قناعة لدى العالم أن الرئيس الأمريكي لا يرغب بأي حال من الأحوال بالتدخل العسكري ولكن قسمت هذه النقطة يبدو من خلال تصريحات جيمس جيفري الأسبوع الماضي أن الرئيس وافق على بقاء المشكلة هذه الإدارات أن الموظفين يقولون شيء أو حتى الوزراء يقولون شيء وحتى الرئيس يقول شيء وسمى يأتي بعد ذلك دخل العسكري والاستمرار العسكري وهذه قناعة أثبتتها الآن سنة ونصف من إجراءات هذه الإدارة حتى تقوم عمل عسكري مثل ما قامت في بداية فترتها بالموضوع الكيماوي تكون عمل محدود جدا وتنسحب من ذلك يعني الرئيس كما نقول يعني عواطفه هو نحو عدم الانخراط هذا يضعف من دور جيم جيفري جيم يحاول وهذا يعني ما رأيناه الآن هو موقف الذي أعلنه قبل وبعد تعيينه ولكن لا يملك الأدوات وأضف إلى ذلك أن سحب الرئيس لمليون 200 مليون دولار كانت مخصصة لسوريا تقريبا في ذات وقت تعيين جيفري أيضا أضعف من جيفري فجيفري يحاول أن يقع يعني يضع نفسه في موقع تفاوض جيد ولكن أعتقد أدواته الموجودة الآن هي أدوات بحضوضة جدا سيد منتر في هذا الموضوع تحديدا إلى أي مدى يمكن أن تذهب هذه الإدارة لتطبيق هذه المبادئ كونها هي الموجودة على الأرض عمليا من خلال 2000 أو أكثر جندي أمريكي على الأراضي السورية كيف ستجبر روسيا كيف ستجبر النظام السوري وإيران على تطبيق هذه المبادئ التي هي أمريكية طلعا نعم أعرف تماما أن لدينا هذا العدد من القوات ومن غالبيتها هي وحدات خاصة ولكن هناك أيضا ألاف المدنيين الروس وبإمكان المدنيين الروس سقط أن يخرجوا القوات الأمريكية عددهم يصل إلى حوالي 10 إلى 15 ألف ونحن ليس لدينا قواعد في سوريا وأن نقول أن أمريكا لن تكون لعبا أيضا نرى أن الرئيس غير متحمس كما قال الزملاء ولا الوزير كيف يمكن مواجهة إيران والنفوذ الإيراني ليست متحمسة للتواجد في سوريا على المدى الطويل ولكن سوريا هي آخر حليف عربي لروسيا وربما سيكون خطرا أن نحاول أن نخرج روسيا من الشرق الأوسط بشكل كامل هم يحتاجون إلى قواعد على البحر الأبيض المتوسط لكي يتمكن من استعمال المياه الدافئة ومثلا أن لا تقفل تركيا أبواب الملاحة أمامهم وكذلك فيما يتعلق في المرافق الأخرى فيما يتعلق أيضا بما يقوله البعض كذلك الأردن وإسرائيل ربما أفضل من ناحية لأمريكا أن تترك الحرب الأهلية تستمر في سوريا وربما يبدو ذلك غير إمثاليا ولكن سيؤدي ذلك إلى إدعاف كل الفرقاء حزب الله قد خسر الكثير من المحاربين في سوريا وكذلك إيران استنظفت إلى حد كبير ماليا وبشريا في سوريا ونعرف أن هناك مشاكل اقتصادية وتضخم والعقوبات تؤثر على الاقتصاد الإيراني وربما علينا أن نتفرج فقط في سوريا ولكن ربما هذا الأمر متأخر كون النظام وروسيا وإيران استعادوا أجزاء كبيرة من الأراضي السورية الدعم توقف للمعارضة السورية وربما هذا أمر متأخر على كل إنسان نتابع النقاش بعد هذا الفاصل نكونوا معكم أهلا بكم من جديد أطلب من الضيوف الكرام أن يقتصروا إجاباتهم في هذا الجزء الأخير من هذه الحلقة دكتور خطار ما رأيك بما تفضل به السيد منتر ترك الأمور على غرارها وبالتالي استنذاف الأطراف المعنية بالنزاع في سوريا بالطبع إدارة الرئيس السابق أوباما جربت ذلك فكرت أن روسيا ستغرق في سوريا وأنها يمكن أن تستنزف وأن إيران يمكن أن تستنزف وهذا يسهل عملية التفاوض التي كانت تجري أن ذاك حيال الملف النووي لكن ما حصل عكس ذلك روسيا من خلال تدخل مقنن من خلال عدم صرف الكثير من الجهد ومن خلال استخدام قوة أخرى كقوة برية تمكنت من تحقيق إنجازات وإيران أيضا من خلال دفعها للقوة الفضة تمكنت أيضا من أحراز إنجازات المسألة ليست في قرار أو رغبة من قبل الرئيس ترامب أو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إذا لم يكن هناك منية للتدخل في سوريا سوريا تستدعي هذا التدخل بمعنى أو بآخر الأحداث المتلاحقة هناك خطورة الوضع ما يمكن أن يحصل بالنسبة لأمن إسرائيل وهذا مهم جدا بالنسبة لأمريكية المتحدة الأمريكية التوازنات في الأقليم النفوذ الإيراني إلى أين يمكن أن تذهب تركيا كل ذلك لا يمكن أن يكون إلا من خلال الوجود على الساحة السورية ولذلك أي كانت الإدارة ومهما كانت تحفظاتها وصحبها للأموال والجنود ستعود لتنخرط وبشكل وبآخر وإلا سيكون ذلك مؤشر على ضعف كبير وتراجع وانسحاب من الشرق الأوسط ما رأيك سيد منتر نقطة مهمة يعني الأمر الواقع هو الذي يجر الولايات المتحدة إلى النزاع رغم رفضها للإنجرار إلى الرمال المتحركة السورية وفق معرفتي للأشخاص ومتخذي القرارات في إدارة الرئيس ترامب لا أعتقد أن أحد متحمس للتدخل في سوريا وإرسال قوات على الأرض كيف يمكن مواجهة النفوذ الإيراني هناك الكثير من المعلقين يقولون أن هذه الإدارة تطلق الكثير من التصريحات المتعلقة بالوجود الإيراني سنحق من النفوذ الإيراني سنضرب النفوذ الإيراني ولا شيء على الأرض إذا اليوم لا تعر الاهتمام إلى الملف السوري كما يجب أين يمكن للولايات المتحدة أن تحق من نفوذ إيران يقومون بأمور كثيرة أنظر إلى غربي وشرط إيران إلى الهند إلى أيضا التكرير والمعامل إيران الآن مضطرة لتكرير نصف نفطها خارج البلاد القدرات الداخلية لا تكفي والنفط الإيراني الذي كان يكرر في الهند لا يكرر الآن في الهند فهناك سياسة أيضا لمنع إيران من الاستفادة من مصانع التكرير في إندونيزيا وماليزيا والهند وكل ذلك سيؤثر على إيران ويضغط عليها ومن دون أن نضع قوات المسلحة في سوريا ما رأيك بهذه المقاربة يعني مواجهة إيران اقتصاديا ومحاولة الابتعاد عن الصراع على الأرض لست أدري إن كان هذه المقاربة تؤثر على دور إيران في سوريا ليس ما يبرهن ذلك أتفق مع الزمل على أي حال هذه الإدارة والإدارة السابقة أيضا لم تكن متحمسة لوجود عسكري أمريكي على الأرض في سوريا أو في العراق ولا أعتقد ضرورة إنها فكرة سيئة لا أعتقد أن الشعب الأمريكي أيضا مستعد للتضحية في هذا المجال المهم هو الضغط على إيران الذي لا يركز على سوريا بقدر ما يركز على البرنامج النووي الإيراني وبالتالي السؤال هو ما هو الهدف يبدو أن هناك استراتيجية ولكن الهدف الذي ستؤدي إليه ليس واضحا طبعا ما زلت أتمنى أن هذه الإدارة ستمكن من التواصل إلى اتفاق أفضل فيما يتعلق بالبرنامج النووي أفضل من الاتفاق السابق ولكن الشك أن يحصل ذلك نرى أن هناك ضغطا مستمرا ولكن هل يكون فعالا وعلى مستوى الضغوطات السابقة لا أعتقد لأن غالبية العالم ليست معنا البعض يتوجه إلى دعم أمريكا في هذا المجال عنوة ولكن لست أدري إلى ما سيؤدي ذلك يبدو أن لدينا تكتيكات وليس استراتيجية طيب السؤال الأخير حول إدلب باختصار شديد لو سمحتم أستاذ غيث برأيك معركة إدلب أرجعت تأجلت ألغيت بسبب الخلاف التركي الروسي بسبب التحذير الأمريكي وهل لقاء بوتين أردغان سيعيد هذه المعركة إلى الطاول أجلت لم تلغى أجلت والأستاذ من باريس تفضل بعض الأسباب إلى ذلك السؤال الآن بعد التأجيل ماذا نستفيد من هذا الوقت هل سنستفيد من هذا التأجيل لإجراءات إيجابية وخاصة إعطاء المجال لتركيا للقيام أما أن هذا الوقت سيضيع وسنعود إلا ما كنا عليه سيد شولي هل خلاف الروسي التركي هو سبب التأجيل أم التحذير الأمريكي وبالتالي لقاء بوتين أردغان هل سيعجل بهذا المجهور تركيا وروسيا برأي دكتور خطار لأنهي مع السيد منتر نعم أعتقد أن هذه المعركة أرجعت فقط وكما قلت لموعد لاحق ولكن لن يكون هناك من هجوم واسع النطاق التوازنات ورغبة روسيا بعدم خسارة هذا الانفتاح على تركيا يلزمها بتعامل مرن مع وجهة نظر تركيا بالطبع التحذيرات الأمريكية والغربية تساهم بشكل غير مباشر في تدعيم الموقف التركي حيال هذا الموضوع سيد منتر برأيك هل إدلب ستقرب أمريكا من تركيا أم أن التقارب التركي الروسي أقوى من العلاقات الأمريكية التركية وبالتالي معركة إدلب أعتقد أن هناك مجزر لا محال في إدلب وإن لم يستعمل أسد السلاح الكيميائي فأمريكا في هذا المجال لن تهتم فيما حصل في إدلب ولم تهتم أيضا في الماضي بما حصل في حلب طيب ولن تشكل إدلب أي تقارب مع الأتراك حول حماية ربما المدنيين حول حماية المعارضة السورية الموالية لتركيا وفاجأة إن أدى ذلك حتى إلى تغريدة واحدة من قبل الرئيس يعني ما رأيك سيد غيث أنه لن تهتم الإدارة بما سيحصل للأسف أنا أتفق مع الزميد والسيد شولي لا أعتقد أن أحد يمكنه أن يتنبأ تغريدة إلى هنا تنتهي الجهات الأربعة اليوم نشكر سيد ريتشارد منتر رئيس المعهد الإعلامي الأمريكي ندريك شولي نائب رئيس مؤسسة جيرمين مارشل في واشنطن غيث العمر كبير الباحثين في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ودكتور خطار أبو دياب الباحثين مع الجغرافيا السياسية في باريس نشكركم جميع مشاهدين وإلى اللقاء اشتركوا في القناة